ورجعنا من الفاصل ومعنا دلوقتي مصفف الشعر محمود فرانس وايكلمنا على مشاكل الشعر وازاي نقدر نتغلب عليها اهلا بيك ازايك عملي برنابج لتعاكم الجميل ده مرسي ربنا يخليك مورتنا السيف بقى دخل علينا والشعر ومشاكله والحر والتأصيف وكل حاجة هتبنى على أصلاح طبعا كل حاجة بص سواء بالنسبة للسيف ويبقى مشاكله وطبعا الشعرية بيتبقى إجهات كتير سخونية حر كل الكلام ده بردو بيسبب مشاكل ازاي نقدر في الفترة دي نهتم في شعرنا في نفس الوقت من غير ما يدر طبعا بيبقى فترة الشتاء مختلف عن فترة السيف فاحنا بنقدر بنعمل احنا حاجات علاجات طبيعية في البيت بنقدر هنتكلم في حاجات يعني ازاي نعمل مسكوات من نفسنا في البيت اللي مش قادرة تروح بيوت السنتر بتاع الكلام ده احنا بنقدر انه اه دينا كده حاجات تاني اه اه حاجات سريعة كده زي ماسكوات كحمامات كريم عادية اوكي هبقى عاملها فاكرة تانية ان شاء الله برضو على الحاجات دي حاجات بالنخيع وعشاء الطبيعية وكلام ده كله هي بص ماسكوات عادية متين نقدر نجيب اللي احنا على قد ما نقدر عشان احنا ارهاق كتير في الشعرية فبنقدر نجيب حمام كريم عادي اوكي بنحط بنحط زي جزئية منه في الشعر كله اي حمام كريم اي حمام كريم اه كويس اه بس باهم حاجة يكون يعني منتاجه كويس نديف يعني فالفكرة كلها احنا بنجيب الحمام كريم بنحطه في شعرنا كله طبعا احنا ما عندلاش جهاز بخار في البيت بنقدر نجيب فوتة سخنة بنقدر نحطه لشعرين نفسنا كده 3 ا4 مرات لو عملنا الموضوع ده كل اسبوع او كل مثلا اربعة ايام هيبقى حاجة كويسة جدا يجيب ده كل نوعيات الشعر ولا النوعات الشعر؟ اه كل نوعات الشعر ده بالذات كمان المحجبات اكتر يعني اي حاجة مش هتقولي ده اي اضافة كده ممكن اضافة محتاجة موضوع ان شاء الله هشرحها لكم اجيب بقى تركيبات معايا ان شاء الله في حلقة تانية هجيب لكم حاجات بضيف حاجات زي نخيع صبار زيت زاتون حاجات يعني طبيعية بتضاف على حمام الكريم على المسكات بنقدر اللي احنا بنتدينها حاجات اتألك عن النخيع اللي بيقولوا عليه دلوقتي اه طبعا بنخدها حاجة جميلة جدا بس اه وفي ناس تتكبلوا في ناس لا بس هي الفكرة مفيد جدا الشعرية مغزي جدا يطر الشعرية اقول لنا بأي حاجة يعني اضيفه عادي اخد شوية نخيع واخد وضيفه معادي هو بس يتضاف كمية معينة عشان خاطر يعني الزيت بتاعه بالظبط هو اللي بتصفى عشان خاطر ما نقدرش نحط كمية كبيرة عشان خاطر ما يزايتش الشعرية اتمنى اصح اه وبتحط مع الكريم معينة بالظبط كل مع همام الكريم كل الخلطة دي في باترامان واحد مثلا اللي هو قد نقدر اللي احنا ايه نقدر نستعمله على مدر الاسبوع كله طيب في ناس تقول لك الزيت ده حاجة كويسة وفي ناس تقول لك لا 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 ايو عتيجي ناحية الزيت خالص خليك في الكريمات بس اه انا معاك انا معاك الزيت انا حلو جدا بس المحجبات الزيت خويسة جدا للمحجبات دي معروفة ليه بس المحجبات؟ عشان خاطر بيبقى اكترية الشعرية في الحجاب دايما البنت مثلا بتاخد الدوش او الشوار بتروح كاتماء على طول تمام فده يدوبك بيعمل زي ليونة احنا مش عايزين يعني الكاتمة للشعرية دي دايما على قد ما نقدر لازم نهو شعرنا دايما حتى لو عندك ستشوار في البيت احسن ده مفضل للمحجبات ستشوار في البيت لازم هوا سخني يحط كده شكل فريش يبقى شكله احسن يعني الزيوت بتفضلها للناس اللي بتغطي شعرها اكتر وبتنزل بالضبط ممكن زيوت للشعر العادي اللي هي مش محجبة ممكن ليها زيوت بس بس بكمية معينة في الاطراف فقط ما يبقاش جوا في الجدور تأصيف بقى الحاجات دي اه التأصيف ده ليه علاجات كتير ها اولا احنا ممكن نقدر كل شهر او كل تلات شهور او شهرين حسب يعني طول الشعر بقديه بنشيل صانتي او صانتي ونص من الشعر لازم عشان خاطر الشعرات اوباء معي صحيح ده هو بيطول الصانتي ده كل كم شهر ما هو او بس على قد ما نقدر احنا لازم برضو نخلي بانا مش اي هير دريسر نقدر نتعامل معي لازم الهير دريسر يكون درجة الحرارة البيبيليس كويسة البيستشوار كويسة كل الكلام ده يبقى لازم يبقى درجة حرارة معينة عشان خاطر احنا ما نعليكش من هنا ونبوز من هنا عند الهير دريسر طيب احنا عندنا منا انت هتعملها كوكنا مردا منا حاجة سريعة كده بس اه مندردش معاكم انت بتعملها عشان ان نكسب وقت مننا عليها القصة عشان بس احنا وقت البرنامج تمام انا عملها القصة هنزبق بس حاجة خفيفة دي الكاري العادية اللي احنا عرف هينا صحب اه دي هو بس العموم احنا في الصيف القصير رجيه موداء تاني الصيف ده اه في الصيف ده القصير رجيه موداء تاني بس هي طبعا ما بتليش علي اي وش مش بقولي اللي هو كله يعملها حسب وش اللي معي بنقدر نعمل نحاية بيليه ايه القصات القصيرة على وش شكله ايجا هو الايوب استحسن بيبقى مدور احسن يعني اللي استحسن يعني هو واحدة ما يكونش مثلا سوريا يعني القور عندها عريضة اكتر فمتبقاش حلوة معيها لكن منها انا شايف القصة القصيرة بتليق قوي مع الفيز بتاعها تمام احنا عملنا القصة عشان بس في وقت البرنامج احنا بس بنزبط حاجات كده بسيطة على الهوى وكلمني برضو عن الالوان ايه الالوان الموضة الثانية الالوان يا بصي هي فيها حاجات كتير بس اكترية الالوان يعني بالنسبة للبنات الصغنانين مثلا سن مثلا من 15 لحد مثلا 30 مثلا الالوان هي اورنجات راجع موضة تاني اللي هي الحاجات اللي هي اورنج اه اورنج اورنج دي حاجات اللي هي الموضة بالنسبة للناس العادية دي البنيات البنيات بقى بدرجاتها كلها يعني الأصفرات ما بقتش موضة ليه الحاجات الشتاء والحاجات دي؟ الأصفرات حلوة بس أنا الفكرة كلها ما برشحاش لأي شعرية حسب يعني مش معنى اللي هي حاجة نزلة موضة يلا كله يجري يعملها لا هي مش فكرة كده الفكرة فكرة أنا بشوف الشعرية معايا تقدر تستحمل ولا لا مش فكرة أن أنا أقدر أن أنا أعمل لون آه يعني ماشي أوكي أنا عملت لون طحفة أوكي ما فيش مشاكل بس أجمسك الشعرية اللي هي بتساقط بتقع بتشعر فيه فهي الفكرة الأشعرات والفواتح والحاجات دي كلها ما متلقش على أي حد عشان خاطر اللي هي الفكرة اللي إحنا بنقدر نحافظ على الشعرية على قد ما نقدر بس هي دي الفكرة إحنا بس بشكل سريع كده إحنا كنا عمليين القصة إحنا بنصبب بس للتدريطاتش الأخير هي مننا أمر مش محتاجة لتدريطاتش ماشاء الله بس فهي دي الفكرة فأنا برضو يعني بعد القص طيب أنا مثلا عمليين لون أحمر عايزين نغيره الأصفر أو العكس بس فكرة الألوان تغيير حلو بس أنا بقى حيب أرشح لو أي حد عامل أسود عامل أحمرات ما ينفعش من أحمر أو أسود لحد اللي في هواتح اللي بتيجي على مراحل بقدر عوضلك الكلام ده في اكستنشن دوبيل فيس الكلام ده كله لكن أنا ما أقدرش أعيز أقضي على قد ما أقدر إلا أنا ما أقدرش أبوز الشعرية نفسها عشان خاطر إحنا بنقدر نزل نحافظ على الشعرية بتغيرها بمراحل إزاي يعني بتعمل إيه أولا مثلا 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 حاجة اسمها رانساج زي سحب لون بنعمله بنعمله على مراحل بقى سحب لون أكيد طبيعي الناس كلها عارف اللي هو ببقى مدر شوية متعد شوية للشعرية بس على قد ما بنقدر بنجيبه من الأول مرحلة بنجيبه على مراحل عشان نقدر نتخلص من الألوان الأديمة اللي هي كتير في الشعر عشان بعد كده نعملنا أي لون يديني اللون صوفي معي ما يبقاش اللون ملطش معي احنا كده بالنسبة لنا احنا خلصنا القصي كده كنش الأخير تماما البواريك بقى اللي دلوقتي منتشرة جدا 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 مودة جدا جدا وبالذات كمان يعني في الوسط الفني أكتر أو البنات الموديلينج خلاص ما أقصى ما بقاش لحد أعاد شعره عادي كله خلاص يعني هو بص الفكرة اللي هو ايه فيه ناس بزايما بيحطها كزاي في الوسط الفني دايما شعرهم بيعملوه يوميا وصدقني وغير الفني مفيش حد أصلا دلوقتي أعاد من غير بروب فلازم لأكترية البنات اللي الناردى تتعمل شعرية كتير فطبعا بيبقى إرهاق جدا للشعرية وحاجة يعني مشكلة كبيرة طيب ديقدر أنا بقدر يعني أوفقلك اللي انتي حتقدر يتحفز على شعرك وفي تانسة الوقت تعملني كل يوم بجيبلك زيويج البروكة بجيبها بقى ألوانها شعرية طبيعية 100% وطبعا فيه منها بأنواع يعني فيه منها مصري وفيه منها مستورة انا بنختارها ازاي؟ انا اروح للكوافر هول بيختارها لي ولا انا؟ اه ممكن اه بتختاريها بتشوفي ايه اللي بيليق عليك لونها حسب برضو لون البشرة بيهتليق معاك على وشك ولا لأ كده الحاجات دي كلها بتفرق معايا جدا علشان خاطر اللي احنا بنقدر نعمل حاجة اللي احنا نستفاد بيها احنا كده عملنا بس حاجة بسيطة كده احنا ممكن نقدر نسيب القصة كده بتطبيعتها كده ايه؟ ده هي كده عادي ممكن تخرج بيها عادي بيها هي كده تقدر تخرج بيها انت عايز تحولوا الايه؟ الورد والحاجاتين انا ببس ان اعمل حركة خفيفة كده اللي بيسته ايه دي لمسة مننا يعني انا عاملها حركة خفيفة كده هنلم بس ايه الجنب بس ده كده ممكن بيبقى جنب واحد بيتلمي بطريقة نسيابية كده دي لأي مناسبة يعني حاجة خطوبة حاجة بس خفيفة كده اللي هو يا جماعة الشعر القصير بني قدر نعمل بيه شكلي يعني مش اللي هو ايه عشان خطر شعر القصير حاجة بسيطة كمان مناسبة لسدها يعني اه بالزبط احنا هنلمي بس كده والله اهو فيه افكار كتير وحقيقة كتيرة او تسراحات كتير او نفس اعملها بس عشان وقت البرنامج ان شاء الله لا قالينا لفاقات تانية اخصوط الموضوع اللي هي بنشرت بولي سير فتاعده ده لازم دايمان ناجح والله او دايمان فيستقلص يعني اه ماشي اه 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 تبع حاجة بس بسيطة اديه حاجة زي وردة كده بتجيب من عند اي حد بعد تلك اكسيسر تمام؟ بنقدر نحطها بالجنب كده في نفس الوقت بتنفع معنا أي مناسبة هي بتنفع فأي مناسبة برضو إيه يعني حاجة بسيطة جدا على فكرة موت الورد كمع حتى كمان في الويدنج بالعرائس رجع تاني موضة بالذات موضة كمان حلوة أو في السير جات لها فترة استراث كلها جدا فيه كتير أو استراثات كتير أو بتاع احنا بنقدر نعمل الموضة على حسب المود معنا فهي الفكرة كلها احنا بنعمل حاجة بس هي بسيطة كده مش عافية الكاميرا جاي بيها ولا اه تمام اهي بس مش اكتر من كده دي بتنفع بقى اي مناسبة خطوبة حاجة مثلا عيد ميلاد فصحة مجرد اكسسوار بسيطة مجرد اكسسوار خفيف يعني احنا من على قد ما نقدر من نحنش زحمة في الشعراء قوي بس يعني منا ولي بقى المصيف والحاجات دي زي الأومار يمانا ما شاء الله عليك مرسي تتلمي عن اتكلم بقى على المصيف اه تمام والشعر والبحر واليود تمام اه تمام اه تمام ممكن لو مثلاً احنا في البحر وكذا هذا الكلام قبل ان ننزل المياه فيه يعني كريمات معينة بنقدر نحطها في شعرين قبل ان ننزل المياه طبعاً المياه المالحة تبقى جديدة أو قوي على الشعر ومازم قبل ان ننزل البحر أو البول أو الكلام كله لازم لننم شعرين بطريقة معينة طبعاً قبل ندهنه الأول نحط مثلاً زي كريم أو نحط مثلاً سيرم كثير على قد ما نقدر زيوت كثير حتى هو لو زيت زيادة لا يجب أن يكون مهم يعني كده كده المياه مالحة تبقى كوية فبنقدر نحط الزيوت دي تمام؟ ولم شعرين زيت فيرة علشان خاطر المياه المياه بتتقلب جواه بعضيها نقدر اللي احنا ايه الشعرين متلعبكش ببعض بس يعني يازل نحط له حاجة وقاية للمايا بالضبط اوي ستلبسي بونيه دي هو احسن للمايا ولا الشمس الشمس هي اللي اكتر ضره للمغضودة ولا للشعر ولا المياه الشمس هي اللي ضره اكتر في البحر ولا المياه بص هي المياه اكتر الشمس مفيدة جدا للشعرين على الفكرة بس هي بطريقة بتتستعمل بطريقة صحة طول ما احنا شعرين مفروض كله على فكرة الشعرين دي اعتبرت زي في التنفس ليه يبقى بقول في نشيل منها سنتي او اثنين سنتي عشان خاطر تبقى ترجع صحية اكتر بس الفكرة كلها اللي احنا بنقدر نحافظ على شعرين من المياه الملحة والاستحسن نلبس بونيه يعني بيبقى استحسن اللي هو ايه نحط كريمات على قد ما نقدر عشان خاطر يدينا نتيجة كويسة ونقدر نحافظ عليها وده ما بيقابلني مشاكل بيجي لي عندي في الصالون حد بينزل المياه بينزل البحر ويجي شعره متلعبك في بعضه اكتر بدي بقى مشكلة كبيرة ونقدر نقصه او نحلها بنسبة مثلا خمسين في المياه اكتر وقل لي كمان احنا مثلا خلاص هورا يحين البحر وعملنا كل حاجة واحنا طالعين بقى خلاص طلعها خطت خطت الشاور ممكن تعمل ايه تاني عشان تكمل المطس لو استحسن اياه تنشيفه هوا يكون معا استشوارت نشيفه هوا كويس جدا كماما ويكبس تديلوها فردة بسيطة وتقدر بقى تعمل فيه اي شكل مثلا زيت فيرة مفروضة او اي حاجة اللي هو بس يديها شكل عشان خاطر اللي احنا لو سبناها هايش بنفس يعني بنفس اللي هو فيه المياه تاعت البحر او بعد ما خلنا الشاور لو سبناها هايش هيهيش معنا هيبه شكله مش لطيف اوي فهو يستحسن ان احنا نعمل زي حاجات كده فيه صنبولة وفيه حاجات كده اللي ان شاء الله هعملها لكم حلقات تانية او الراستة والحاجات دي هي دي بتاعت البحر والمصائف وكلام دي بنيقدر نحافظ على الشعرية عشان قد ما نقدر عشان خاطر ما تهيش من مال مالحة طيب هندخل بقى في البروتين والكرياتين والحاجات اللي نزلة كلها كتير دي تمام قولي بقى بتفضل ايه منهم ولا ما بتفضلهمش خالص ومن سن كام اه بص هيبه برشحه من سن عشر سمين وانت طلع اوكي ما بحبش ان انا اضيفه لحطة اطفال اكتر عشان بسعب فيه مواد حامية فيه فارق بينهم الاول بس اه طبعا فيه فارق هم عموما فيه اربع نواع فيه كلياتين بروتين فوتكس فيه حاجه اسمها جديدة اسمها كافيار كافيار ده كل حاجه من دول اللي انا قلتها دول كل حاجه ليه وظيفة بنقدر ان احنا على قد ما نقدر احنا بنستعمل حاجه احنا ماشي مع شعارينه مش ليه اي حاجه نطلع نجري نعملها هاي الفكرة كلها اللي انا بنقدر بس كله فيه فرمالين بس هي بتبقى نسب اللي يقول يا جماعة اي هرد ريسر او اي كوافير او اي شركة معنا صح تقول لنا المنتج بتاعي zero فرمالين اقول لك لا انت كلا منتج بتاعك مش عامل حاجه بس هي الفكرة بتبقى نسب مثلا سبعين في المية خمسين في المية ثلاثين في المية فرمالين الكلام ده ياني الحاجه دي من غير فرمالين بتمقاصة ما تعملش نتيجة يعني عموما هي ما بتعملش نتيجة في الشعر هو السر كله في الفرمالين بالزبط طب ايه فرم البروتين والكرياتين مثلا ايه البروتين والكرياتين انا بيجي لي حد مثلا شعره كرر اللي اوي يعني عارف اللي هو الشعراء مجعادة اوي في ديبا انا برشرح لها اللي هو كرياتين اكتر عشان ديبتوا بقى مادة قوية ونسبة الفرمالين فيها 70 تنمية تمام لكن حد مثلا شعره كويس ناعي بس عايز يعالج حاجات معينة ايه تأصيف عايز يعالج بس ايه عمال مسناعين والكلام ده برشح البروتين وهو كذلك الفوتكس والكفيار الحاجات دي برضو بتبدي نفس النتيجة بس بطريقة خفيفة شوية على الشعر ايه يعني كل ما بتعلى افتر ايه بالزبط هي دي الفكرة فاللي هي الفكرة انا بيبقى حسب معي اللي جاية دي العميلة اللي جاية دي بتقدر هي عايزة ايه بنا عرشح لها انا عندي ده وعندي ده وعندي ده انتي حب ايه شعرك ايه في عندي بعض ان عمالة عندي انا مثلا بيحبوا شعرهم ستريت قوي انا عايزة شعر يريحني انا تعبتي من تسليكه اما كده الحاجات دي كلها بقدر عمل لها حاجة اللي هي قد ما قدر اريحها في تسليكه معانيش هي بشعرها مثلا بيضايقها الصبح ويتسليكه الكلام ده كل قد ايه بين قرار الموضوع ده يستعهو بس وفيه منتجات بتبقى كل ثلاث شهور وفيه كل ست شهور بس معزنش سنه دي يعني اكتر حاجة رنجي ده كل ست شهور كل ست شهور بيبقى حسب ايه وبرشح برضه يعني فكرة الوقت دي بتفرق حسب العميل نفسه من محجبة او مش محجبة وفيه طبعا منتجات خاصة للاطفال صغيرة عن الكبار اه دي حاجة تانية دي بقى دي مواد تانية ابقوا بامانة كده فعلا ما بتقصرش على اللونجراند لا خالص ما بتقصرش عشان هي الحاجات المواد اللي هي تحت الاطفال دي ما بتبقاش حامية زادة على اللذوم تيوتوبك هي بس بتعالج حاجة معينة بس مش اكتر من كده بس برضه يعني ما بحبش اللي انا عاملها لازم مش اهل من عشر سنين لا اعلى من عشر سنين لازم كل آنية ثم نحن مقد京 نحن علمين بني احنا ممكن عملنا بروتين او كليتين او الحاجات الكوية دي بيتغير اللون الشعري بتقلب معي على الأورنج بحاجات كده ستنى بكون عامل للصبغة أستمنا شوية عشان نحقفز بالضبط فيه حاجات بتبقى قبل يعني البروتين بتعامل قبل السبغة وفيه السبغة بتعامل قبل البروتين بيبقى حسب معي الالوين هي دي فكرتها يعني أستمنا شوية السبغة وبعد كده ابتدي أدخل بقى بالزبط ولازم برضو دايما الشركات بتدينا المنتجات بتاعتهم اللي هي الشامبوات والبلسم بتاعه علشان خاطر الحاجات بتبقى زيرو ملح يعني متبقاش ملح عشان ما تديش أضرار وتدعي في المادة بتاعت البروتين أو كلياتين والحاجات دي كلها فالهو لازم نستعمل الشامبو طيب احنا معنا ديئتين وهتقول لنا فيها كده خلاصة تجربتك كلها بص تجربتها بص بسيطة جدا هي بس الفكرة كلها اللي احنا زي على قد ما نقدر احنا دايما نحب نهتمي بشعرينا في البيت جدا دايما نعمله مسكات ما نكسلش احنا عشان فيه ناس بتحب تكسل يلا أنا مستعجلة على شغل احنا نقدر نهتمي بشعرينا شوية نازم نازل دوردو نتابع مع هيرد ريسر كوافير كويس يتابع حالة شعرينا نقدر نعمله مسكات كويس لو انت مش قادرة تعمل نفسك في البيت اخلاص اعملوه في السالون بس فيه حلول بديلة كتير ولازم برضو احنا ان شاء الله هقدم لكم حلقة برضو عن بزات البنات اللي هي قربت خلاص فرحة اقرب ازاي تهتم بشعارك قبل فرحي حاجات ده كلها فان شاء الله اعملكوا حلقة تانية تبقى حلقة كويسة وحاديكم افكار جديدة وازاي البنت تتعدل وتتعامل مع شعرها يعني قبل الاستفادة بلها محمود شرفتنا وكان لنا لقاء جميل وان شاء الله يتقرر باني مرسيل مرسيل ليكي شرفتنا وجميلة الكوف عليكي تحفى اعزان وشاهدين دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة يارب تكونوا استفدتوا بيها ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي